ينضم إلينا من بغداد لمزيد من التفاصيل مصطفى القطان مراسل الغد إذن مصطفى المعلومات المتوفرة لديك حول هذا الاستهداف وهذا الإطلاق الصاروخي على قاعدة عين الأسد نعم إذن من جديد تستهدف قاعدة عين الأسد بهجوم صاروخي استهدفوا محيطة القاعدة هذه المرة استهدفت بالصواريخ وليس بالطائرات المسيرة كما جرت العادة في الهجمات ربما الأربع أو الخمسة الأخيرة التي نفذت في مختلف مناطق العراق والتي استهدفت التواجد الأمريكي في المدن العراقية هذا الهجوم بحسب المعلومات الأولية والتي أتت من مصادر أمنية لم تفصح عن اسمها حتى هذه اللحظة باعتبار أنها تترك المعلومات والتفاصيل خلية الإعلام الأمني ذكرت بأن صاروخين استهدفوا قاعدة عين الأسد أو محيط القاعدة أطلقت من منطقة البغدادية التي تقع أيضا في محافظة الأنبار غرب العراق حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات عن حجم الخسائر التي أسفر عنها هذا الهجوم أو ما إذا كان هناك خسائر في الأرواح في هذه القاعدة أم لا لكن طبعا القوات الأمريكية قامت بإطلاق طائرات مسيرة وكذلك بعض المروحيات في محيط القاعدة من أجل معرفة مصدر إطلاق النيران وكذلك محاولة تقويض أي هجوم آخر ربما لو كانت تريد تلك الجهة التي أطلقت الصواريخ أن تقوم بسلسلة هجمات أو رشقات تستهدف قاعدة عين الأسد طبعا قوات الأمن العراقي في فترة الأخيرة صعدت من نشاطاتها ضد طبعا المجامع التي تستهدف القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وقامت بالفعل بضبط العديد من المنصات التي تنتشر في مختلف المناطق كان آخرها في منطقة صلاح الدينة وفي منطقة متاخمة من محافظة الأنبار وبالتالي ربما كانت أيضا ربما يراد استخدامها من أجل استهداف قاعدة عين الأسد طيب كنت لألم أنه بطبيعة الحال ستقوم بإصدار بيان بعد قليل توضيح مختلف التفاصيل حول هذا الهجوم مصطفى هل من أي جهة أعلنت مسؤوليات عن هذا الاستهداف يعني ربما منذ فترة طويلة منذ أن بدأت هذه الهجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق سواء السفارة الأمريكية أو مختلف القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية لم تقم أي جهة بتبني هذه الهجمات ولا حتى الحكومة العراقية قامت باتهام أي من الجهات صراحة واشنطن تتهم جماعات مقربة من إيران بأنها تقوم بمثل هكذا هجمات من أجل الضغط على القوات الأمريكية للانسحاب من العراق بشكل فوري شكرا مصطفى القطان مراسل غد كنت معنا مين بغداد